كده في الفيديو اللي فاتتكلمنا عن الستيرينج وقلنا ان دي خطوة مهمة يعني لا تخلو لا تخلو منها ابحاس في الاغلب العام في خطوة تانية بتوى خطوة الترشيح الفلتريش في الاغلب العام بي عندك شوية مواد نانو تكونت في صورة بودرة وعايز تنظافها عايز تخسيلها من شوية املاح ورهواصف تانية وحاجات تانية معاها فعايز تخسيلها باستمرها ففي خطوة ترشيح ابسط ترشيح ان انت يكون عندك الفانل زي كده وتتحط عليه ورق الترشيح وبعدين تتوقع المواد انه جوية وانت تفضل تكب عليه شوية مية دي اسمها خطوة خطوة غسيل ان انا حط عليها مية فوق مية فوق مية هتلاقي في الاحاس يقول لك كده يقول لك وعملنا ووشين وانت بشو اخد بالك ايه الووشينج ده اصلا الووشينج ده بيعمله ازاي فانا بحاول انبهك للنقطة دي في برضو البخنر بالمنزر ده انت هيكون عندك بخنر زي كده هو تتحط عليه ورقة الترشيح وبعدين تحط عليه المادة وتبتيجي تغسل ممكن ان شاء الله نبقى نشغل فيديوهات لحاجات زي كده قدام في السلسلة بس انا يهمني ايه ان انت تبقى عرفت الخطوة لما تيجي تقرأ ايه اند ازا نانو ماتيريالز ووز ووشد سيبرال تايمز وزووتر اند زلاس تايم والايتانول غسلت المواد النانومترية كزا مرة بماية واخر مرة بالايتانول وانت تقرأ ومعادي مش واخد بالك اصلا يعني ايه ووشنج وهنلا ايه الووشنج ده بيعملو ازاي ولا كده لا لسه تاخد بالك في الاغلب العام برضو البخنر ده بيبقى مربوط بفاكيان بامب يعني بيبقى البخنر سيستم بتاعه ده ومرتبط بفاكيان بامب لو انت في المعمل ما عندكش فاكيان بامب او ما عندكش نزام البخنر سيستم ده خالصة فانت في الاغلب العام بيبقى عندك حاجة زي كده لو مش عندك هتطار تشتري لو انت محتاج خطوة الترشيح ان انت تشتري فانل زي كده هوت وتشتري ورق ترشيح. في واحد ممكن يقول لي احنا احنا في المعمل عندنا فلتر بيبر. طب الحمد لله. في واحدان يقول لا ما عندناش فلتر بيبر في المعمل. هتطار تشتري انت. حتى لو يعني في مكتبات بتبيع بالكمية. تقول لها مسلا انا عايز اشتري عشرة فلتر بيبر. تبع هوملك وهكذا. تفقنا? لكن خطوة الترشيح مهمة. بدل خطوة الترشيح فيه معامل. عارف معامل التحاليل بتاعة العينات الدم والحاجات دي بيبقى عندهم بسيط زي كده. بيستخدموا زي كده هوت ويفصلوا بالترشيح المركزي. ساعات في بعض المواد النانومترية بينفع فيها الكلام ده. وساعات مواد نانومترية ما تنفعش فيها الكلام ده. فكل دي فنيات زغيرة بنبعك لي. انك تاخد بالك انه لما بيحب ينظف مادة نانومترية او يعمل لها ووشنج يعمل لها غسيل. يا اما عنده سكة الفلتريشن ودي اسهل. يا اما عنده سكة سنريفيوش ده هو عنده في الماء. اتفقنا? من ضمن الخطوات اللي ساعات بيحتاجها بيحتاج خطوة دراينج. تلاقيه في البحث كده يقولك ايه? عند زنانو متيريال وزدرايد التمانين درجة اوورنايت. يعني جففتها عند تمانين درجة اوورنايت يعني سبتها طول الليل. يعني مسلا هو طالع من المعمل مسلا الساعة التنين الدهر ولا تلاتة الدهر خلص شغله سبها طول الليل وجالها تسعة الصبح لقاها جفت. طيب. تمانين درجة دي انت هتعملها ازاي عندك في المعمل ما لازم تفكر. هعملها ازاي دراينج دي وازاي هجففها اوورنايت عند تمانين درجة دي. في افران في المعامل تبقى دراير ووظيفته ان هو يتعامل مع حاجة زي كده. تحط المادة بتاعتك في مثلا واتدخلها جوه الفرن. بيتريديش زي كده هوت. واتدخلها جوه الفرن. خلاص? الفرن عند تمانين حيبخر المية كلها اللي موجودة وهتفضل المادة بقى ايه اللي فضلت في الاخر هتتحجر كده وتفضل منها من غير المية خالص. خلاص دي المادة اللي انت عايزها. دي ناس ما عندهاش درايرز. خالص. فبيعني بيضطر يعمل ايه? يحطها على الهوت بليت. فاكر لما قلت لك ان انت بتحتاج استيرر في المعمل اي معمل في استيرر يعني مستحيل تكون شغال في المعمل ما مفوش مفوش هوت بليت وستيرر زي احنا جففنا عندي تمانين وخلاص بقى. ما يقولكش جففها ازاي يعني. في ناس ساعات الاستيرارات بتبقى مشغولة عندهم في المعمل. الناس كلها عايزة تستخدم الاستيرار عشان يقلب. مش مش عايزين يستخدمها عشان يسخنوا. شوف في واحد المعامل بتعمل حركة بسيطة? ان هم بيشتروا المتغاز الكهرباء. الشوعة للواحدة الكهرباء بيبقى رخيص في الاغلب العام. فبيشتروا بيجمعوا مع بعض اه واحد بيشتريه وبيحطه في المعمل. وبيبتدوا يحطوا البيتري ديش عليه. ويسخنوا طبعا هو مفوش درجات حرارة. هو ما بيسخنوا عند اقل درجة موجودة. وبعدين يحط ترمومتر كده يشوف هو وصل لتمانين ولا تسعين ولا ايه ظروفه. ويحط البيتري ديش عليه. ده اللي هو كده اضعف الايمان يعني. اللي هو كده ايه خلاص الدنيا مفيش فيها حرارة خالص يعني. لكن دي الطريقة اللي الناس بتستخدمه. خلاص فانت بتعمل اتقلم كده شوية بس ده صعب بيجيبوا مايكرويف كيتشن مايكرويف. بيبقى جزء من المعمل. ويجف في المادة جهو كيتشن مايكرويف. يشغلها كزا مرة. بس طبعا ده بيهلك المايكرويف. وفي نفس الوقت بتبقى ايه? في ناس بتخاف من المايكرويف اللي ممكن يغير خصائص المادة او كده. فالالأرخص والاحسن ان هم ايه? يشتروا حاجة زي كده. يشتري سخان زي كده. خلاص? المادة لما بتجف في خطوة التكفيف دي لما بتجف بتحجر. بتبقى مسكت في بعضها كده بتبقى عاملة زي الحجارة. فلازم تبدي ايه? تهرسها من بعد. تكسرها من بعد. بتعمل خطوة سواء هو في البحث قالك او ما قالكش في الاغلب العام بعد بيحصل. فالجراندينج ده بيجيبوا حاجة زي كده. دي اسمع مورتر. زي الهون كده. الهون اللي احنا بندق في الحاجات في البيت في المطبخ. هو هون بيبقى كده. بيبتدي دي المادة بتاعته تعمل حجرة. بيجي واحد بقى يلبس جونتي زي ما انت شايف كده ويمسك ايده الهون دي ويفضل يهرس فيها. يكسر بيها يهرس فيها. ليه طريقة معاناة في الشغل ممكن ان شاء الله باندور على فيديو. نجابها نعرضه بازن الله. فيديو ايه يعلمك ازاي تهرس المادة بتاعتك وتحضرها عشان تطلع بودرة نعمة خطس. المواد النانو مترية لما تكون نانو آآ لما تكون محضر مواد نانو مترية في صورة بودرة لازم تكون بودرة نعمة. هي نانو من جوه بس انت لازم تخليها مادة نعمة. علشان التطبيق بتاعك وعلشان التحليل كمان. على الاكسر اردي وبقية اجهزة التحليل لازم تكون محتاجة بودرة نعمة خطس. اتفقنا? آآ مش مستعلم ان شاء الله نقفل فيديو جديد يعني. آآ آخر حاجة يعني آآ حاجات البسيطة بالفضل ان انت يكون عندك كاس حفز عينات. انت حضرت مثلا خمس عينات نعمة. هتوديهم فين? هتشلهم في ايدك. ما انت لازم تكون عندك حاجة تحفظهم فيها. بفيه ناس بتحفظ في كاس عينات. بس ده خطر ساعد شوية. كاس العينات دي بيجباه من عند العطارين. من عند عطار او حاجة بيبقى عنده كاس اللي بتتقفل دي من فوق. آآ بس دي بتبقى خطر ان ممكن يتجرح منك الكيس ولا كده. شغل احتة ورقة صغيرة. يكتب عليها اسم العينة. يعني يلزقها في سوليتيب. يجيب سوليتيب ويبرشمها بالسوليتيب كده يلزقها عليها. عشان ساعات ممكن في ناس بتكتب بالقلم الكحول للماركر وبعدين يتمسح منهم. حتى لو بيرمن انت ساعات بيروح ساعات مع الكتر الشغل في الايدين بيروح. المهم ان انت لما تيجي تحفظ اسم العينة لازم تكتبها تكون دامن كويس من اسم العينة مكتوبة صح. تكتب اسم العينة وتلزقها كويس بحيطة ورقة وتلزقها كويس جدا سواء على الكيس او على الفالكن تيوب. وانسحك بالفالكن تيوب يعني. حتى لو اغلى سنة بس مضمونة اكتر يعني. آآ ضروري ان انت تفكر في المية المقطرة. المية المقطرة ما تنفعش في شغل النانو. في الاغلب العام. فانت بنعمل عندك سواء في جهاز تقطير او مفوش يستحسن تبني على المية المقطرة. المية المقطرة دي تستخدمها عشان تغسل بيها الازاز. او الغسلة كده. لكن المفروض في الاغلب شغل النانو يكون دي ايونايز دوتر. مية منزوعة الايونات. فانت في الاغلب العام بيقى في اماكن بتبيع الحاجات دي. عند غالبا عند الشركات بتاعت مستحضرات الطبية. يعني انت ممكن تقف قدام اي شوف انت المحافظة اللي انت فيها او البلد اللي انت فيها شوف كلية السيدالة او كلية الطب. هتلاقي قدام منهم محلات بتبيع دوات الطبية. بتبيع السماعات والبلاطية والحاجات دي. بيبقى عندهم جراك مية دي ايونايز. وشركة من الشركات دي بيتبيع حاجة زي كده. فاسأل عنها كويس. او قدام عند مسلا حوالين مستشفات الكبيرة مستشفات الجامعية وكلام ده. اسأل في الحتة دي كويس. ساعة ممكن لها قدام كلية العلوم مسلا. بس في الاغلب العام قدام كلية المجمعات الطبية وقدام كلية الصيدالة والطب والحاجات دي. فضروري انت تشتري مية دي ايونايز. او في بعض المعامل بتباعها على فكرة. يعني احنا مسلا هنا في مسلا لما اسمعهم في القاهرة مسلا ساعة بيبيعه. فانا ممكن تاخد لك مشهور سفرية للقاهرة وترجع بجركة نقدي كده جايب مية دي ايونايز نواصل ان شاء الله. لانا تفرق كتير لانا شفت الناس بيزعلهم قوي المية المئترة. ليه لانا المية المئترة دي ستل العادية دي ساعات بيفضل فيها املاح. ساعات بيفضل فيها حديد وبتبقى مشاكل. فتيجي تحضر انت مادة اصلا ومية فيها حديد وبيبهد للدنيا معك. فخلي بالك من حاجات زي كده. انا شفت ناس والله يخسروا كتير من شغلهم ووقتهم بسبب النقط بيضطر يحضر بما يمقتره خلص. لك المية دي اونايز زي الاساس. الاخر حاجة خلص فيه خطوة ساعة بتحتاجها في بعض المواد النينومترية. مش كلها. انه يكون عندك افران في المعمل. لو انت عندك في المعمل افران في الاغلب العام انت معملك معمل مجهز او معمل كيميا عالي. يعني معمل كيميا فيه تجهزات كويسة. مفوش افران فانت في اغلب عام معمل كيميا متواضع معمل عادي يعني. فيه فورن اسمه الفورن الحرق. ده حرق مش يعني فيه نار جوا ده هو افران كهرباء. لكن الناس بتستخدمه كنا تساهلا يعني. بيكون مسلا بيسخن عن درجة حرارة لغاية مسلا ايه? الف الف ومية. كده يعني فيه افران بتطلق غاية الف وثلتمية بس دي نادر اوي. لكن اغلب الافران ايه? اخيرها الف هو الفورن المكتوب عليه الف ومتين. ده معناه انت بالكتير اوي تشغله عند تسعمية الف بالكتير اوي. خلاص? اه اغلب الشغل بيكون اقل من تسعمية. بيحطوا العينة في كروسفل يعني بوطاقة زي كده هوت ويسخنوها جوا الفورن عند درجة حرارة عليه. فيه ناس تانية بيحتاج يسخن المادة بتاعته في وجود غاز خامل. يعني ان ده بيسخن في الهوى كده عادي. فيه ناس بتحتاج بدل الهوى ده يكون فيه غاز ماشي. فبيستخدموا حاجة اسمها تيوب فرنس يعني فورن على شكل موسير تيوب. المصورة الكبيرة انت شافها قدام منك دي بيجيبوا حاجة شبه كده شبه الكروسفل. بس برضو بوطاقة لها شكل معاين كده بتبقى شبه القارب او شبه المركب كده. بيدخلوها جوا منه. وبعد كده بيمشوا جواه مسلا غاز النيتروجين او غاز الارجون. بيحس ان الارجون يفضل ماشي دايما يطرد الهوى اللي موجود حوالي منه ويفضل ماشي حوالي من العينة يحافظ عليها. وبعد كده الفرن ده بقى الفرن من هنا قد بقى هو العمال يسخن المادة بتاعته وكده عند درجات الحرارة العالية اللي هو عايز. الحاجات دي بتبقى ايه زي ما اتفقنا يعني ايه? في الاغلب العام مش مطلوبة بس انا حابقيت تكلمك عنها عشان لو قاريتها بفحس ولا كده. قال لك عملنا كالسي نيشن او عملنا هيتنج عند تسعميم درجة تبقى ايه هيتنج عند تسعميم درجة. بين تسعميم درجة د pequena تسعميم درجة. او زي عمل تسعميم درجة? طيب متخيل فرن تسعميم درجة در او ده شكل يو عام بسه. وفيماur على فكرة حتى لو انت معاملك مش مجهز في معامل تسمح لك انك تستخدم عيناتهم. عيناتك في الفرن عندهم. يعني انت ممكن مسلا انت تروح في معمل وانا بتقول انا بس عندي تلات عينات عايزة احرقهم في الفرن. عن تسعمية درق. احرقهم زي ما قلت لك المرة التانية كلمة احرقهم مش معناها تولعهم فيهم نار. احرقهم يعني حطوهم عن دارة حرارة عالية. ده ده المصطلح الشائع بين الناس يعني. فممكن تقول له تدفع تكلفة الرسوم وتعملهم. فيه على فكرة اماكن بتسمح لك ان انت تخش تحضر موات منو مترية عندهم وتدفع رسوم. يعني يقول لك مقابل استخدامك في اليوم مسلا تدفع مبلغ قد كده. فمش شرط ان انت تتقيد بان انت المعمل اللي انت فيه هو اللي انت مضطر تشتغل فيه شغلك كله. ممكن جزء من شغلك يبقى هنا جزء من شغلك في معمل تاني بس تدفع فيه رسوم. ممكن تروح تبات في محافظة تانية مسلا وتعود لك يومين تلاتة تخلص شغلك وترجع. الدنيا ايه? مش كلها يعني بتقف على المعمل اللي انت فيه. لكن اتمنى انت تكون كده سمعت نبزة مقدمة حتى فتحت زيهنك بس شوية. لكل الجزء ده هدفهن ما يفتح زيهنك بس شوية. تبقى فاهم لما تيجي تقرأ كلام في بحث او خطوات في بحث تبقى فاهم الدنيا بتبشي ازاي. تبقى فاهم ايه اللي بيحصل فيها. تبقى فاهم يعني ايه كلمة 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 حتى هما بيقوله هاش لان ايه خطوة معروفة. يعني هو ممكن يقولك انا عملت عند ثمانين وبعد وخلاص نقطة وخلص. هو مفهوم انه بعد الضرنية عند ثمانين قاعد يعمل البتاعة دي. وقاعد يطحن العينة ويكسرها ويعملها. دي حاجة مفهومة ومعروفة. لكن هو ما بيقوله لكش انها معروفة. بس انت لو انت مش قريها مش يتبقى عارف. ففي فنيات زي ما قلت لك كده ايه? في حاجات مش كلها هتقرأها في الكتب. الابحاث زي السواء. التحضير زي سواء. لازم تتعلمه عملي كده من واحد يتابع معك. الى حد ما يعني. خلاص? آآ كده ان شاء الله خلصنا. نكمل بقى بازن الله باية الفيديوهات السلسلة لك. شكرا.